صلاة الثانية بي قتابيان أخيان كاراني أزيز خوش حالم لدرسيتش تربية كتر شاد بوينوان دواي طاو كردني دكتور عزادي المصطفى رسول بس هاديين حرتي برسيارية وزارية كلاوتي من هزقوا راية تائستا ها مو برسيارة كان حل دكاين برسيارية كم لتمهيدي دي وزاري وشخص دحف دهاد بوا كام لو أدات رابطانا بمعناي استنتاج دي نعم قتابيان دي بلا بركن استنتاج كلمي هكذا برسيارة كانت من أجل أدات رابطة تسية من أجل سببها هكذا استنتاجها واروات من أجل سببها برسيارة كانت أدات رابط بمعناي نتيجة بها بعتها سيصال لسريك زاري شتكاد بوا او زاري لذلك من أي من أجل أويان لذلك بعتها بي او كلماتانا لبركن ها روسي كلمة مانية لدكتور عزدين مصطفى رسول من أدوات الاستنتاج دوبارة بوا من أدوات الاستنتاج هكذا خلوا مقالة دكتور عزدين مصطفى رسول من المحسنات اللفظية بو تي محسناتي اللفظي لمقالة دكتور عزدين مصطفى رسولين يا لابلوي هدفك التفسير بو تي دانيا السؤالي شي تر الواقعيون الاشتراكيون الكرد يرسمون صورة واضحة تسوينا هذا كان واقعي كرد للمستقبل الوضع يعني دائما اشتراكي كان باسي مستقبل دا كان هربري اشتراكي مستقبلة بلام انتقادي كان ماضينا هدفك الواقعيون الاشتراكيون يرسمون صورة واضحة للمستقبل الوضع ها نفسي برسيال لسان هاتي تو ها نفسي برسيال لذالك اداة ربط بمعناي نتيجة وهو كاميا لوانا نتيجة لذالك وهو لذالك تسيال ها نفسي برسيالاني كدوبارة بوينوا زور بي اداة ربطة كانا لموضوع دكتور عزدين مصطفى رسول برسيالي شتربو تي صوري بياني ومحسناتي اللفظي تيدانيا او نصة وهو كارا كي تسيها لسان دبراوي غرضة كي تفسيرها ها وشو دود زهر دبراوي توا برسيالة شتربو من اجل ها زور بي برسيالة كان ادوات ربطة تكافؤ الفرص والتأمينها والتساويب لجميع المواطنين ها وان تعريفتي طبعا سيد تعريف مانايا تعريفك مانايا ادب نيضالي يشان حقوق القومي يشان العدالة الاجتماعية ها ودري بالتساوي لجميع المواطنين يكسانبون لنيوان هموكو ملقاكوات او عدالتي اجتماعية الواقعية في الادب الكردي عنوان ما قالت لي طبعا الواقعية في الادب الكردي دكتور عز الدين مصطفى رسوله برسيالة شتربو من اجل هاتيتو من اجل سببه برسيالة شكاء ذكر دكتور عز الدين مصطفى رسول في مقالة التعبير عن الحقوق القومية وهي حقوق كل قوم ما فهموا انسانا كان الحرية والعلم والرعاية الصحية والمساواة والعدالة الاجتماعية برسيالة شكاء اداة رابط بمعنى استنتاج بي ها زور بي او برسيالة انا دوبارة دبنا هاكذا ادب يناضل في سبيل تحرم ما دام داري يناضل ادب نضالي راسا او سيت تعرف ما نهي لو مقالي زور آسان كاكوتي حقوق كل قوم او حقوق القوم راسا وهي ادب نضالي كاكوتي ادب يناضل يعني ادب نضالي راسا برسيالة شكاء المقالة في مقالة دكتور عزدين من صفارسول الفكرة الرئيسة فكرة رئيسة كامية فكرة رئيسة الخط الفاصل بين الواقعية الانتقادية والواقعية الاشتراكية طبعا اوج دوري دوام هادبو الواقعية في الادب الكردي تركيزي خستي تسار تسي تركيزي خستي تسار هم راسا هم اهتمامي بادابي واقعي دها هم نضال الفئات الشعبية المحرومة وهم التفاؤل بالمستقبل فمن دازي هاتي نكوتي بابتي امروما تابع بتي تشيتي باخواتان داسبير اخواتان لقو اشتركوا في القناة